لا تظنن أن دعاءهم سيذهبوا هباءً فإن الله سينتقم ولو بعد حين لكن هذه حكمة الله أنه يمهن وقد أقسم الله بعزته وجلاله الذي لا يضام ولا يقهر أنه سينتصر للمظلوم ويستخلص لصاحبه حقه وسينتقم من الظالم وينزل به بأسه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوات المظلوم فإن تصعد إلى السماء كأنها شرار رواه الحاكم وحديث صحيح ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم حتى قال حتى قال يزيد بن حكيم ما هبت أحداً قط هيبتي رجلاً ظلمته وأنا أعلم أنه لا نصر له إلا الله يقول لي حسبي الله الله بيني وبينك حسبي الله الله بيني وبينك ظلم وزير امرأة فأخذ بيتها ومزرعتها فشكته إلى الله فقال لها مستهزئاً عليك بالدعاء في ثلث الليل الآخر فأخذت تدعو عليه شهراً في ثلث الليل الآخر فابتلاه الله بحاكم فوقه قطع يده وعزله وأهانه فمرت عليه المرأة وهو يجلد فقالت شاكرة إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء سيعلم الظالمون حق من ظلموا إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم